اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين والألتقيكم في حلقة جديدة برنامج 10 سكايب حديث إراقي في هذه الحلقة نستكمل ما بدأنا في الحلقة السابقة التي نتحدثنا بها وكنا نسأل سؤال أنه هل الاقتصاد العراقي سيذهب إلى الانتعاش أم سيذهب إلى الخراب والدمار مثل ما هو متوقع الحقيقة وكنا نتحدث عن الزراعة والصناعة هكذا كنا نتحدث وتحدثنا عن جانب الزراعي في الصناعة الأرقام التي الموجودة لحد الآن تدلل أن الصناعة كانت تشكل يعني كانت توفر أكثر من 12% من الدخل من الدخل القومي كانت 12% أكثر من 12% من الدخل القومي توفر في الصناعة كنا على سبيل المثال ودعوني يعني أقرأ لكم كان العراق ينتج السكر من ميسان العراق ينتج السكر من ميسان، الورق من البصر، السيارات في الإسكندرية، الإطارات السيارات من الديوانية، البطاريات من محافظة بابل، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية من ديالة، الأدوية من سامرة، الزجاج والسيراميك من الرمادي، الفوسفات أيضا من الرمادي، الأسمنت من الكوفة والفلوجة، الورق من ميسان، الدفات المدرسية في بغداد، هذا جزء مما يعني كان العراق ينتجهه، هذا ليس دفاعنا عن نظام سابق ولا نظام ملكي ولا جمهوري، هذا واقع الحال، هذا التأشيري واقع الحال اللي ما كان يحدث في العراق الآن استورد حتى زجاجات المياه، مع الأسف الشديد، كان العراق حتى عام 2000، كان في العراق حتى عام 2000، 77167 مشروعا صناعيا أهليا أقول لأنه هذا الرقم زاد بعد عام 2000، لأنه في ذلك الوقت صدر قرار من الدولة صدرت فيه إعفاءات عن الصناعيين، عن المستثمرين، فتوسعت هذه المشاريع الصناعية، وزاد أعدادها كثيرا مشاريع صغيرة ومتوسطة الحقيقة، كان لدينا حد 2003 مئة وثمانية وسبعين ألف مصنع منتج، بين حكومي ومختلط وأهلي، مئة وثمانية وسبعين معمل، بين كبير جداً، ومخدوم تكنولوجياً، وبين صغير ومتوسط، معامل كبيرة، مصانع كبيرة تنتج كل شيء، تنتج الألبان وتنتج كل شيء، وتنتج الأدوية والبطاريات والألبسة، والملابس، كنا ننتج الملابس في الديوانية، كنا ننتج السجاد في الديوانية، وفي الموصل، وفي غيرها، وفي النجف، وفي بغداد، ننتج البطانيات في بغداد، هكذا أنتاج واسع جداً جداً، وكان يكفي الحاجة، وقسم منه يصدر، وبالتالي يخلق رقماً في المدفوعات، يوفر في الدخل، في الدخل القومي للعراق، كان يوفر، هذا كل انتهى الحقيقة، يعني بلغت مساهمة، يعني مساهمة بين هذه المعامل التي تحدث عنها، ما وصلنا إلى حالة من الحالات، كانت تتوفر هذه المئة وثمانية وسبعين، معمل ومصنع كبير وصغير ومتوسط، حكومي ومختلط وصغير، كانت تتوفر مع نسبته، بالناتج القومي حوالي 23%، لاحظوا، الآن كل إنتاجنا، كل أموالنا تأتي عن طريق النفط، لأننا بلد رائعي، ليس لدينا غير النفط نبيعه، نستثمر أمواله بالفساد، هذا واقع الحال، فبالتالي أنت أمام، ربما هذه الأرقام أجابت عن السؤال المهم، هل اقتصاد العراق نحو الانهيار أم الانتعاش؟ لأنه لكي تبني اقتصاداً جيداً يجب أن تبني سياسة جيدة، نظاماً سياسياً وطنياً، تقضي على الفساد، تقضي على المحسوبية، القانون هو الحاكم، العدالة هي القائمة، شغل الناس بطالة ماكوا، فقر ماكوا، هذا كل تقضي عليه، تفتح المعامل والمصانع، توسع في الأراضي، تستصلح الأراضي، تدفع الناس إلى العمل في الزراعة والتجارة، والصناعة، وبالتالي إنتاجك يدخل الأسواق، وإنتاج سيطرة نوعية، نحن الآن حتى نستورد لا يخضر السيطرة النوعية، وسيطرة نوعية وتوقف الاستيراد، وهناك ملاحظة شديدة جداً ومهمة جداً، أنه غالبية القوى الحاكمة للعراق تعمل، هي وميليشياتها وقواها تعمل في التجارة والاستيراد، لذلك يقفون ضد كل صناعة وكل تجارة وكل زراعة في العراق، لذلك نستورد كل المنتجات الزراعية، نستورد كل المنتجات الصناعية، والبلد مفتوح ومستهلك، والمواطن العراقي بات مستهلكاً، ويعتمد على النفط، وهذه السلعة قابلة تغير السعر، الآن 95 دولار، ربما بعد شهور ينخفض، وسينخفض، والتوقعات الدولية كلها بعد 10 سنوات سيتم الاستغناء، كثيراً 70% من كل الدول ستستغني عن النفط، ستأتي إلى الطاقة النظيفة، وسيكون النفط بأسعار زهيدة جداً لا أحد يشتريه، وسيبقى في الأرض، ومهذا سيفعل العراق، لذلك العراق لديه مديوني، ولديه خراب، ولديه دمار، ونحتاج إلى أموال كبيرة جداً للأعمار، لإستصلاح الأراضي، لبناء البناء التحتية، للكهرباء، للخدمات، لبناء المدارس، لبناء المستشفيات، لبناء الآن فرحين أنه اتفقنا مع الصين لبناء ألف مدرسة، العراق يحتاج إلى نحو 16 ألف مدرسة، ألف مدرسة ماذا تفعل؟ بعد ساطع السنة من الخراب والسرقة والنهب، وأكثر من تريليون ونصف تريليون دولار ضيعتوها بالفساد، مالكم؟ الآن تتحدثون عن ألف مدرسة ستبنى، هذا واقع الحال، وهذا واقع الاقتصاد، وهذا واقع المشكلة الكبيرة التي وقع فيها العراق، العراق يحتاج إلى تغيير كل هذه السياسة، كل هذا الإطار، لكي يستطيع أن يبني سياسة وطنية جيدة، عندما يبني سياسة وطنية جيدة، يستطيع أن يبني اقتصاداً وطنياً جيداً، ليس فوضوياً، ليس عبثياً، أشكركم أعزائي المشاهدين، أتركيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة